سوق الليل فضاء تجاري موسمي يفتح أبوابه ليلة أمام المواطنين في زاوية تزريزة بضائرة تينركوك في ولاية أدرار فرصة ينتهزها سكان المنطقة لاقتناء ما شاءوا في جو لطيف لا سيما أن مثل هذه الأماكن من الصحراء تعرف بالحرارة الشديدة نهارا السوق هذا عنده أبعاد كثيرة بحيث يجلب المنافع للسكان بحيث تجاري يجبون بعيد بحيث كل الناس ينتظروا باش يقضوا حاجيتهم خاصة من أصحاب الأعراس خاصة من أصحاب الولائم الأخيرة يبدأ من بعض العصر إلى الليل عنده يجوم تقيب أربع أيام وجاين من البيع في الليل أفضل من النهار لأنه علاش حارة الجو كمان نقوله قدواد بها تخدم حتى للصباح يبيع الناس شري كل واحد يرسقه هذه واحد يخدم من العقار واحد الكتان واحد من الخضاء التجار يأتون من كل حدب وصعوب مما يفسر تنوع السلع في السوق كل عام نحن نجل هذا البلاسا نجل نستطيع التجار كل واحد يأتي من جميع الولايات كارون تويت ولاية يأتي هنا يأتي مؤلاء روحتي 35 سنة ونخدم في المرشي هذا الفضاء التجاري هذا وإن كان موسميا إلا أن عمره يمتد لسنوات عديدة وتحسينه مرهون بتغطية النقائص على حد تعبير التجار هنا ماذا فينا قاعد رونا مرشيات هنا نقعد هنا نراهنا سوفرهم عسخانة لا تدورنا نخدموه لوحدنا نخص الأمن المرشي هذا المعمل الأمن هنا هنا المعمل زيارة كبيرة كما يقعون تجار كل عام يأتي هنا نظموا هذا السوق من العام العام نظموا نتمنى من المستقبل من المنطقة هنا نطلب من البلدية من سنة المحلية أن يضيقها ويذير فيها الانهارة العمومية بي يكون من أملك التجار تفتقر زاوية تزليزة لسوق يلبي حاجيات المواطن وإنشاء فضائل من هذا القبيل كل ما يأمله سكان المنطقة من مصالح التجارة في أدرار لامتصاص نسبة البطالة من جهة واختزال المسافات الطويلة من جهة أخرى